بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الدرس الخامس في الوحدة الثانية وهو بعنوان القيم والمتجهات الذاتية Eigen Values and Eigen Victors والمعادلة المميزة لمصفوفة ما Characteristic Equation of a Matrix أهداف هذا الدرس التعرف على مفهوم القيم الذاتية والمتجهات الذاتية لمصفوفة التعرف على المعادلة المميزة لمصفوفة وإيجادها بالنسبة لمصفوفة ما إيجاد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية المقابلة لها في البداية نتعرف على معنى القيم الذاتية والمتجهات الذاتية لمصفوفة فنقول أن المصفوفة المربعة a ذات الأبعاد n في n إذا كان المتجه غير الصفري x يسمى متجها ذاتيا أو Eigen Victors للمصفوفة a لو كان هناك عدد قياسي لمضة يحقق الشرط أن ax يساوي لمضة x ويسمى x Eigen Victors للمصفوفة a ولمضة Eigen Value المقابلة إليكم المثال التالي للتوضيح فالمتجه عبارة عن مصفوفة مقونة من عمود 1 فقط 1 2 هو Eigen Victors متجه ذاتي للمصفوفة a المعطاء أمامنا 308 سالب 1 ويقابل القيمة الذاتية لمضة تساوي 3 ويتحقق من ذلك نقوم بحساب ax فنجد أنها لو ضربنا الصفة الأول في العمود الأول 3 في 1 ب3 وصفر في 2 بصفر كان النتج 3 ولو ضربنا الصفة الثانية في العمود الأول كان نتج 8 ناقص 2 يساوي 6 لو أخذنا 3 عامل مشترك لكان النتج 1 2 أي أنه يساوي 3 في المتجه x فتكون لمضة ها هنا هي الـ Eigen Value وx هو Eigen Victors مثال آخر لو أن المصفة a هي عناصرها 1 4 2 3 فإن x1 وx2 هي أيضا Eigen Victors لهذه المصفة كيف؟ لو ضربنا المصفة في المتجه الأول x1 لكان النتج 5 خمسة لو أخذنا 5 عامل مشترك لكان النتج 5 في المتجه x1 فلمضة 1 عندنا هي 5 وكذلك بالمثل لو ضربنا المتجه x2 في المصفة لكان النتج سالب 2 1 لو أخذنا سالب 1 عامل مشترك كان النتج سالب 1 في المتجه x2 أي أن لمضة 2 هنا تساوي سالب 1 موسيقى موسيقى موسيقى